حضراتكم بالفعل أحسن حاجة في الدنيا وأحلى حاجة في الدنيا يعني للناس اللي جربت هذا الإحساس يعني اللي بيبقى في الملعب وحواليه جمهور الأهلي 100 ألف في استاذ القاهرة هتعرفوا ان احنا ليه بنبقى متشوقين لأي حد لعب كرة في نادي الأهلي بيبقى متشوق لمثل هذا الهتاف الرائع اللي بيخلينا من جوه يعني لسه خلينا الأول أرحب بهذا النجم الكبير الكابتن عمر الحديدي لسه كان بيقولي بيقولك أنا عايزة أنزل ألعب من اللي أنا شايفه من الجمهور ده زي كبتن عمر زي كبتن إسلام شرف ومنور حبيب ربنا يخلي يا ما شفت من هذه الأمور كثيرا جدا جدا ناس كثيرة بتقولي عم بيبقى تقولي يقولي شكرا مش شكرا ولا حاجة يا جماعة ده الطبيعي ده جمهور النادي الأهلي أو ده الفرق أنا يعني كل ما هشوف الفيديوهات دي هتلاقي جسمك بأشعب طبعا حتى الغد الوقت شانا بقولك في الفاصل بقولك يلا يلا ها هوليك على حاجة يعني الحداشة الراجل اللي هيرده بكرة هم اللي هيرده على الراجل اللي هو ألو في المؤتمر الصحفي نحن ما بنردش خلاص انت كنت قبل كده موجود بتتعامل بالأمور النفسية اللي انت بتتكلم فيها بتقلد موسماني أيام ما كان موجود سعد فيلر نفس الأسلوب وكان معك محلق ده ما تلبه وكل الجهاز الفني اللي كان معك هو هو اللي كان موجود ولسه موجود معك أيام موسماني نقي أسلوب واختيار استراتيجية ينفذ بها شغله هيبقى فيها حاجتين انت بالنسبة لك مكسبك يبقى انت سانداونز شكلا وموضوعا ضيف شرف بتبقى موجود في كل بطولة بس ما بتعرفش تاخد بطولة انت المفروض ما تشوف ملعبنا وسط الجماهير صحيح الكبيرة دي تقدر تحقق ده لعابتك عندها الامكانيات دي اللي موجودين هم هم اللي كانوا موجودين في سانداونز هم هم اللي هيبقوا موجودين بكرة عندهم الاسلوب وشراسط وفكرة البطل دي بتبقى موجودة سمات على شعار على استراتيجنا كلنا يعني ايه النادي الاهلي صحيح الفرق كبير جدا الحقيقة ما بين جمهور النادي الاهلي واي جمهور اخر لان في مثل هذه المواقف وفي مثل هذه المباريات بيظهر جمهور النادي الاهلي كالبطل بس يا كابتن اسلام في حاجة مهمة جدا انت بتقولها من شوية الماتشة اصلا كانوا طلبينه هو يبقى هنا في مصر اربعة يبقى هنا في مصر سبعة ويلعبوا عن ناكس ساعة اربعة انت احنا ما بنتكلمش العكس هنا اربعة هنا اربعة هناك ساعة سبعة انت فجأة رجعت النفسك بالذكرة قلت بمرجع اتعامل في حتة الساعة ثلاثة يمكن تكرار ماتش خمسة يكرر تاني دي وجهة نظرك تحترم انت راجل صغير في السن وعندك تموح برحتك تموحك زي ما انت عايز فكر بالأسلوبين انت عايزوا بكرة شرصت البطل والشخصية اللي هلعب بقى لعبك النادي الاهلي في الالتحامات ومن اول دي او انت بتسخن هايبان هولك الحاجة انا لسه شايف معاك دلوقتي صورة الشناوي هو ده عكس الماتش اللي هناك هو ده اللي انا عايزه هو ده سابة انفعال الراجل انه بيكلم على اللعب رقم واحد جمهير النادي الاهلي اللي هتملى لاستاذ بكرة احنا ماتش بكرة مصر والجزائر سنة تسعين عشان نعرف سان داونز ده انتو بتبقوا في المؤتمرات وفي القرعة كل واحد فيكو بيقول يا رب ما ينزلش معايا في مجموعة النادي الاهلي واول لما بتطلع الشريط ساعة السحب كله بيبصوا لبعضه وبيبتسموا بيقولوا الحمد لله انه ما جاش معنا في قرعتنا صحية ان شاء الله دي البطولة الاولى المصنفة تقوم بالنصيب النادي الاهلي وده جدير معنا مدير فني كبير عنا لعيبة على اعلى مستوى تقدر تحقق التارجت بكرة الاسلوب اللي انا طلبه او الاسلوب اللي بيتمنى كل لعيب النادي الاهلي او المتفرجين لنادي الاهلي حاجة واحدة ان انا حافظ على مرماية ويبقى شراسط الهجومية وواقع في الملعب بتحقق الهدف الاول والتاني والتالت مش بعيد انا مش بلعب السيتي المواجهة بالزبط المواجهة السويسرية بقى الجنوب افريقية من خارج الخطوط ايه ازاي بما اننا بنتكلم عن مكوينة وعن كولر بص كولر هدوء ثباته الانفعالة اللي هيبقى موجود من بكرة تفكيره من اول لما خلص المباراة من قط الليبس في سانداونز فكر ازاي يتعامل في المباراة التانية لعيبته اللي موجودة هنا زي امام عشور ووحمد عبدالقادر اللي الناس مصممة تشكك في ان في مشكلة بين الراجل وبين اللعيبة ما فيش حاجة موجودة والراجل طلع دلوقتي وضح الموضوع يعني من عندي مش من عند حد تاني مفيش حد قدلة باي تصريح ده الراجل نفسه اللي بيقول انا قدت عايزه يكون كامل الشفاء وده شفناه ساعة الشناوي وعلي لطفي مع مصطفى شبير في مطش الوداد شفنا ده وحسناه ولمسناه الراجل هياخد من امام حاجات كتير اوي فترة اللي جاي امام بكرة او رائع اعتماد جديدة لامام عشور او رائع اعتماد جيار كل اللي عبت النادي الاهلي بكرة الحداشر اللي موجودين ولو كل واحد يا كابتن اسلام عمل شغله ودوره ودور زميله مش عيب انت فماتش صفاقس خلاص الناس بتلمى اوراقها وهتمشي الكرة تلعبت والجملة تمت وتعاملت من شادي ابو تريكا فلافيو ابو تريكا هدف انا بعمل شغلي وشغلي زميله وبعد كده نطلع نتناقش مع بعضه نقول انا غطيتك وما غطيتكش اعمل الصح مش احنا لعبنا الريال واحرجنا الريال وتصد منا ضرب الجزاء وروحنا مرة واثنين وثلاثة في ست دقايق حصل فجوة معين احنا بقى بكرة نلتزم ايا كان ال 11 اللي موجودين الروتيشن اللي بيعملوا الراجل انت بكرة مطلوب منك مكسب ب11 راجل موجودين ما هو الفريق اللي بعد كابت الكتاب مفتوح يعني كل فريق عارف هتقولهم هتقول الحداشر وانت مغمض هتختار 8 ولا 9 اساسين وهتختار واحد ولا اتنين الراجل عايز يغيرهم زي كهربا مكان صلاح حاجات بسيطة هتبقى بتغيرها عشان عايز تشتغل هجومي بس تبقى عمل ربط دفاعي كويس قوي ان انا ما استقبلش اي حاجة ولا اي خطورة نقاط الضعف عندهم عروفة استغلها طلع انصف الفرص هم عندهم اكتر حاجة بيحبوها التزداد اللي من الخارج والكورة العرضية افلت الخطوط الموضوع انتهى اكرم هاني علي معلول سين صادعين ايا كان عندنا اللي يعلي ده اذا كان تاو هناك راح مرة واثنين وثلاثة اول مرة في حياتي اشوف لعب يروح يعمله عليه كافر خمس لعيبة ثلاثة صحية ثلاثة واثنين من واحد وراهم يعني انت الان انت الان اخر كورة بيرس تاو بس وضحك كانوا خمس لعيبة وكان لوحد رضا سليم في ثلاثة ده انت الاولى دي يا رجل كارت احمر لو رجعت لها للفار رجل بيبطله عن طريق وطر بيعمله مشكلة البقرة ايه بتاعه يبقى انا مطلوب مني الشراسة اللي انا استعملتها هناك واللي هستعملها هنا شكل تاني اللي عيبت النادل الاهلي وشخصية تانية شخصية البطر وبإذن الله نحقق ده بكرة بي بإذن الله يا رب كابتن اهم نقاط القوة والضعف اللي موجودة في فريق سانداونز في ظل هذا الكلام الكتير اللي واحد بيسمعه عن فريق سانداونز اللي واحد بيسمعش غير كل حاجة كل ما بفتح استوديو تليفزيون او راديو او حاجة تلاقي نفسك بتسمع ان انت كأنك هتلعب سوبرمان تلاك او مش يعني انا بحترمك كويس قوي وبزودك احتراق فلي جيد بالزبط فرقة جيدة بتنقل مع بعض فرقة جامعية بتشتغل مع بعض عدت فرقت شوية على الاعلام في جنوب افريقيا الاعلام الرياضي يعني في جنوب افريقيا قلت يمكن هلاقي مثلا بيقولك ايه الاهلي والفريق المش عارف ايه وما بيتكلموا على الاهلي بيقولك الاهلي فريق كويس جدا وهيل ورائع بس احنا يعني نفس يعني مزاعدين هنا نفس اللي احنا اللي هما بيقولوا علينا احنا هنا بنزوده وبنكبره احنا بقى هنا بنكبره كتير جدا 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 على سانداونز نفسها يعني هما بيقولوا ان فريق سانداونز فريق جيد وكل حاجة ولكن الاهلي هو المرعب الاهلي هو القوي الأهلي هو بطل أفريقيا والأهلي هو كذا والأهلي هو كذا يعني أنا كان نفس أجيب للناس أو للجمهور الفيديو ده ولكن الأسف دي مش حوقنا فمعرفتش أجيبه هو قال دلوقتي هو قال في آخر المؤتمر بيقول لك النادي الأهلي بطل أفريقيا أسلوبه كلنا تعلمنا منه قالها في وسط الكلام أنت وأنت بتتكلم في حتة أن أنا البطل أنت هنا بقى حرب النفسية هو النادي الأهلي هو النادي الأهلي السنة دي باديم إزاي كل مرة النادي الأهلي فقد مطش السوبر بتاع التحاد العاصمة زي أما أنت بتقول أسماء حافظ هاني وحافظ أكرم وحافظ أفشا أنت حافظ كويس ده مطلوب ما أنت الجهاز اللي معاوم معك هو هو اللي كان موجود مع موسيماني وهو موجود هم هم اللعيبة عن فكرة هي هي إيه اللي حصل إيه اللي تغير مش أنت برضو اللعيبة اللي لعبتك مع الوداد وروح تلعبت هناك وأحرجوك وسبتك الموضوع من شهرين ثلاثة مش بعيد يعني صحيح أنت تفكر في حاجة واحدة قول زي ما أنت عايز الرد في الملحب الاستاذ بكرة هي بقى آآ آآ أيض نار صح اللون الأحمر النادي الأهلي أنت بكرة یا ترجع إن شاء الله لوضعك الطبيعي وودة الطبيعي كل واحد يشتغل على نفسه نفسيا يعني أقول لك الحاجة سيقاله المؤتمر دا كان أمنيت حتي يكون جوا قط اللبس وانت في المؤتمر الصحفي تحط فقط اللبس كده تمرينها اول امبارح واول واول شغال انا متفرج بس انا كابتن هنا في الحالات اللي زي دي ما اعرفش وحضرتك يمكن تكون قادرة مني في هذا الامر هل اللعيبة ممكن تتأثر من كتر الضغط اللي عليهم فنقلل الضغط شوية لعيبة الاهل يعني لا 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 لعيبة الاهل برضا انهم منتخب مصر انت يعني اقولك الحكا مش لعيبة الناد الاهل كان منهم 7-8 لعيبة ومنهم 3 لعيبة موجودة في المتخبات اخرى كان هم الموجودة في مبارات الجزائر احنا اسمعنا اللي قالوا عن مبارات الجزائر احنا اللعب منتخب الرجنتين فاضل لهم ميسي هنجيبه نعمله اعار الجزائر طب ما احنا عملنا اللي احنا عايزين صح وصلاح عمل اللي هو عايزه وميحرز وقاله وقاله كلام كتير وبعدا ما حققنا قال لك فيتوريا عمل وعمل ما هو اداء لعيبة الناد الاهل بارتفاعه هو مكسب لمنتخب مصر الاداء اللي انت بتشوفه 7 لعيبة موجودين بتختارهم بتحمل عليهم خطتك واسلوبك في الملعب عشان تستفيد من مكسب وخبرات اللعيبة دي احنا بنقول الهدوء الكلام الكبير بقى اللي انت عشته في الناد الاهلي وانا عشته الكبار يحتوي الموقف شناوي وعلي معلول وقاف شاونا هي بقى كلهم كبار كلهم يحتوي الموقف يحتوي ازاي ان اداءنا بكرة شناو الكلمتين ردنا بكرة في الملعب وان شاء الله الناد الاهلي يتوق بأول بطولة موجودة في المكررة بإذن الله اهم ما يميز هذا الجيل من وجهة نظري ان هو ما بيبصش لللي فات يعني ما بيبصش انا خسرتك سبت المباراة اللي فاتت خلاص المباراة انتهت انا بصص لللي جاي انا عايزك ساب كأن النتيجة من اتنين لازم اجيب اتنين سفر طبعا يعني اللي هي مباراة بكرة ان شاء الله فانا اهم ما يميز هذا الجيل الحقيقة يا كابتن عمر هذا الامر ان هو بينسى اللي فات تماما وبيركز في اللي جاي بص يا كابتن اسلام احنا تعودنا ان ما فيش المستحيل اه تعودنا على كده وتعودنا لغاية الديئة تسعين خمسة وتسعين ستة وتسعين مع صفارة الحكم بنقول احنا فين بنبدأ من الديئة واحد للديئة ستة وتسعين احنا بنشتغل كفرات مجموعات ثلاث مراحل بيشتغلوا بقوة قدي لغاية اما بيتطلب منك ده حتى الناس وقماش في الشارع بتقول لك اصل كولر في الديئة خمسة وستين لديئة سبعين بيبدأ الغيرات هو الراجل حسب مجردات المباراة بيعرف يشتغل معا كلنا مديرين فانين خمسة وسبعين تمانين يعني الناس يقول لك طب هو غارد سليم ليه طب انزل ده ليه كلنا بينا مديرين فانين كنا معنا صفارة كنا معنا بلنشيتة بندون لا بس جمهور الاهلي يا جبتن ما يعني براحت لا لا بس جمهور الاهلي لأ جمهور الاهلي يعني الحس بتاعه عالي جمهور الاهلي حس جمهور الاهلي يقول لك بخش في عشر بطولات عايز حداشر صح مش عايز تسعة انا مش مطلوب من تسعة اللاعب رقم واحد هو اللاعب رقم واحد تشجيعه اللي بيبقى من اول دقيقة الاخر دقيقة اعتقد النادي الاهلي بلعبته بكيانه واهم نقطة بقى يعني الحمد لله على السلام لكابت المحمود هو ده نقطة التحول هو ده اللي محاضرته هتختلف عن كل المحاضرات كابت خطيب محاضرته مختلفة محاضرته اكسر حياة انت بتدي للعيبة عارف انت بتتكلم ازاي نجم كبير زي كابت المحمود بيتكلم مع اللعيبة فرض فرض او جماعي مع كولر هتوصل بالموضوع لاهم نقطة هو تحقيق المكسب بكرة بإذن الله تصريحات مكوينة واضح انه هو من هذه تصريحات الايجابية الاول من وجهة نظره هو الواضح من هذه التصريحات انه هو حافظ الفرقة كويس جدا حافظ الاسماء وحافظ الاسماء وحافظ الفرقة بتاعتنا كويس جدا وحافظ كل ما يخصه ما هو كل مدير فن بيبقى عنده حتة كده يقولك اتلعب بيها فهو بيقدر يتلعب ما عنديش مشكلة يعني هو عندما يتكلم عن اللعيب تلعب بالاسماء هو بيقولك ايه يقولك انا حافظ الفرقة بتاعتكم وحافظ وعارف عنكم كل حاجة اه يعني النهاردة هو كابتن محمود عشان النهاردة كان الحياة كابتن محمود وهو داخل ملعب تيتش مختار التيتش النهاردة علشان يطمئن بمناسبة الكلام اللي حضرتك بتقول برده كابتن علشان ده مهم جدا الكابتن كان داخل علشان يعني يقول اللعيب اواي وحفزهم بكلمة مهمة جدا من نجم كبير واسطورة كبيرة في كرة قدم دي محاضرة اهم من محاضرة كولر محاضرة كولر كلام على ورق بتحرقات بقلق حاجات فنية فنية واللعيب اللي بتنفذ الالية لا اللي انت شايفه ده كابتن محمود ربنا يديره الصحة محاضرته هي اللي هتفضل لغاية بعض المباراة وهو بيهنيهم بإذن الله يا رب ان شاء الله مرة تانية تصريحات تامكوينة وهو بيكلم عن اللاعبين وعن الفرقة وعن كذا وعن كذا وعن كذا اعتقد ان هو محضر كويس اوي للنادي الاهلي ما هو برضو خلديني الكلام عن نواحي الايجابي اوي يعني النواحي اللي الرجل بيتكلم فيها لا هو حافظ لا مذاكر لا شايف الاهلي كويس حقول لك على حاجة ما انا لسه قد بقول لك المحلل الاداء اللي كان موجود مع المسلمين هو موجود معها مطلبة هو بيشتغل هو 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 انت بتشتغل على ايه هتشتغل هتقول لي الاهلي هيلعب الشناوي اكرم ياسر رامي عب منعم معلول هتحط التشكيلات وانت حافظ كم اسم او حافظ الحداشر الموجودين وحافظ الفرقة كلها حافظ المقيدين لتنين وتلاتين الشغل في الملعب حاجة وانك تحفظ وجهة نظر واستراتيجية كانت قبل كده ظهرت معاك في المباراة اللي فاتت تم انت هم نفس اللعيبة ديت اللي انت ذاكرتهم وحافظ اسمائهم اللي هم خرجوك من بتروط افريقيا ما هم هم بعد ما انت اقنعت نفسك ان انا خلاص انا خرقت النادي الاهلي ما هم هم نفس اللعيبة اللي انت اشتغلت عليهم ودادستهم كويس وذكرتهم بص انا مقتنعة هو مدير فني شاطر واعد شرس بيتكلم من وجهة نظره كولر عنده سباة انفعالي هيعرف يمتص وجهات نظر المدير الفني ويحول نقاطه القوة ليه هي نقاط ضعف ويستغلها من انصاف فرص ويقدر يحقق المطش الايجابي اللي مطلوب منه واحنا شفنا الشكل ده في المباراة اللي هناك لو المطش مشي السجال عادي لو ما تأخرتش في حتة التغطية العكسية او سبت مجانك وحصلت فيه فجوة في التحرك داخل نص الملعب حصلت تزيدة بهدف لو ما جاتش او كورة افشا داخل الجون او كورة برستاو اتحسبت ضرب الجزاء هتلاقي نفسك دخلت في شكل تاني واسلود تاني ويبتدي يخرج منك عدم التركيز هو النادي الاهلي بكرة هيبان وانت بتسخن وانت بتفرض سيطرتك في الملعب وانت بتقدم لمقوينا شخصية البطل داخل استاد القاهرة طريقة لعب النادي الاهلي او كيف يقدم النادي الاهلي لمقوينا ان هو البطل بوصل لك الحاجة طريقة لعب لك تتكلم بشكل عام انت نجمي بيرا كابتن اسلام وليقبت كتير منتخب مصر ومثلت النادي الاهلي في احسن حالاته انت بتتكلم 4-3-3 دوارة الفلات اللي احنا عارفين 4-3-3 بس مع طريقة اللعب والتطور والشراصة هتنقل لطريقة اللعب الـ 4-1-4-1 يعني هيبقى عندك كلها مركزية اللي تحت كهرباء انت جوه الصندوق ما تدريش مساحة ما هي اضعف خطوطه خط ظهره فلسفة حرس مرمى ان هو بيشتغل بصقة زادة عن لزوم انت مش هتوقع مش هقعد وصد ياشين ولا هقعد وصد سيف انا هغلط ويمكن غلط في واحدة فيها بضلك بيرستاو كانت التعامل لمسلماني لمودست يبقى جيب الهدف ويصلح الاجواء اللي حواليه انت دلوقتي بالنسبالك هتبقى عارف ان اطرافهم هي اهم مخطوطهم نص ما العامهم بيحضر كويس انت بتشتغل تحت الكورة وبتستعمل المرتدة الايجابية هننتكلم بقى كورة وفني بتبقى تحت الكورة وبتشتغل المرتد التحضير اذا كان على حسين الشحات اذا كان على ريدا سليم اذا كان على افشة اذا كان على امام التزديدات المفاجئة اللي هو ما شافهاش في المتش الاولاني هتبقى مقاحة سمات امام عشور فرص كهرباء يعرف يحل المشاكل دي كلها شفنا الكلام ده مع الهلال وشفنا الكلام ده مع الوداد وشفنا الكلام ده مع الرجاء شغل النادي الاهلي جامعية الترابط التلاحم الشرس هتخليك وانت في المباراة اليد العليا بالنتيجة الايجابية بإذن الله طيب خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن النادي الاهلي اختتم او جاهز لمواجهة سانداونز ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى طيب كابتن عمر على الجانب الآخر كيف يمكن لمدافع النادي الاهلي وإيقاف خطورة مهاجمي سانداونز بص هو أكتر لعيب عندهم عنده الخطورة جوه السانداونز شالوا ليلي وما حضرش المطش الأولاني مش موجود ومش هتلاقيه بار ومش هتماقيه موجود بك هي الفكرة في حاجة واحدة التخطيئات العكسية إذا كان عب منعي والشناوي الحاجات اللي احنا شفناها هنقول عليها إيه رامي أو ياسر حصلت ثلاث مرات في المباراة وبعدا تداركها الشناوي وابتدأ يلعامل القرب بالمسافة ما بينه وما بين عب منع اللي هي ايه تشيب باصي اللي بتعامل في ظهر رامي اللي بين الوراء عب منع في الوقت ده انت بتبقى راجع بجنب وحطط المراقبة بتاعت اللعيب اللي قدامك على اساس انه بياخد التحرك العكسي ظهر عب منع أو في ظهر رامي أو ياسر الشغل ده الشغل ده لازم بيقى ليه وضع تاني انه وانا بشتغل ببقى متأكد ان الحاجات دي تتعمل انها قررت مرة واثنين وثلاثة فانت عارف ان دي سمتهم هو مش قدر تشتغل على الاجناب فبشتغل من العمق وانا بشتغل من العمق او الحاجات بتيجي عكسية من على الاطراف اذا كانت من عند علي او من هاني او من عند اكرم لازم تبقى بتمان ما سيبلوش اخش في نفسه كان كل اللي بيقولكو يا كابتن اسلام او منتخب الولوم بيقولك نو سنتميتر اقرب منه خلي نفسك جوه نفسه حسسه انك انت مش ميديله براحة انه يشتغل هو ده سهل مأمره على الشناوي خلي الشناوي وهو بيبني الهجمة تحضيرك بقى تحضيرك من الخلف عشان بتشتغل جماعي هو اللي هيبقى تحت الكورة لو هو زكي لو هو زكي ويبقى بيرمي الطعم اللي هو عايز كولر يستعمله انه هو يضغط عليك انا اتمنى انه هو يعمل كده لا هيشتغل تلت ملعب وهيشتغل كفرات حسب الكورجيات علي معلول هيرحل جيت اكرم هيرحل هو اهم حاجة استحوازه على نص الملعب عشان يديق فرص النادي الاهلي التغييرات او اللي مركزية اللي موجودة للاربعة اللي تحت الفرويد هو ده الجديد هو ده اللي هو ما شافوش هنا هو ده اللي ما شافوش في سانداونز قبل كده ولا مرة ولا اثنين اللي هو افشا برستاو امام عشور حسين الشحات ردة سليم ايا كان شوف انا قلت كم واحد اللي مركزي لكو تبقى ايجابية الفرص مش التحضير اللعبة بالعرض او للخلف الايجابية الفرصة اللي تيجي تستغل هدف هتلاقي هو يبتدي يفتح اوراء الملعب او اماكن في الملعب هتبتدي انت تعزز يبقى انت وانت بتشتغل بتعمل ربط دفاعي وشرصة هجومية ادائك بقى وشخصيتك هبان من اول اما الحكم يدو السفر ان شاء الله حتى يجيبه حكم لسه اول مرة يجرب اول مرة يجي استاد القاهرة هو هيشوف الخمسين ولا الستين لا ايسا سيبي يعني يجي قبل كده اشتغل قبل كده احنا عايزين حاجة واحدة العدالة في الاداء والعدالة في التحكيم والباقي كله سيبوا بقى لعدة الناد الاهل تنفزوا وشغل المدربين بزكاء المدرب الزكي كلر انا سميته من اول يوم جيه التعلب المكار التعلب المكار لو قال كلمتين حلوين قوي النهاردة قالك النصر وده معنات ذكاء والصبر وبعد كده بيلتهم فرسته ده نسب لنفسه نصر الناد الاهلي وشرح لنفسه شخصيته جوه نصر الناد الاهلي شرح شخصيت كولر جوه نصر الناد الاهلي انا اطلقت عليه حاجتين اول مرة التعلب المكار تاني مرة المقص دار الزكي اللي بيعرف يفصل التوب اللي يليق على شرصة الناد الاهلي فده حضرك شايف ممكن يحصل بكرة في المباراة هو حصل في التدريبات اللي فاتت وفي المحاضرات اللي بيقولها وفي جلسة الكابتن محمود وفي جلسة الكابتن محمود معاه هتشوف واحد تاني بكرة بيتكلم بأسلوب عكس اللي كان بيتكلم في سانداونز بما اننا بنتكلم معنا عيسى سي حكم المباراة مشايف التحكم الأفريقي هل قد يكون له دور بكرة ان احنا لعبنا اربع مطشاط في أفريقي والفار يتناقش معك احنا بنقول لك اللعيبة بيجري عليك تقول لك سمبل الأولاني والتاني والتاني والسانداونز اللي أربع مطشاط الأفريقية للأبناهم اللي أربع مطشاط عندنا فيهم في كل واحدة في كل مباراة كارثة من الكوارث احنا عندنا حقل تجارب بتعمل على الناد الأهلي انت في الوقت ده مش مطلوب من غير حاجة واحدة اديني العدالة وكون أنصاف الأداء وقرارات ويبقى فيه ربط ما بينك ومبين الفار يعني احنا قلنا لك بص على كرة برستاو ده انت مرضتش تعيدها ده انت مرضتش تعيدها مرضتش تعيدها أو تقف أفشة جالك ورامي جالك وعبد منعيم جالك بيقول لك ركز هو الراجل النهار ده بقى بيتكلم ممكن يقول لك لازم تردهاني من أول دقيقة ولازم انذر لمحمد عبد المنعيم ولازم رامي ربيعة طب وانت كرة الأولنية بتاع ترده سليم يا راجل ده قطع الشراب وقطع البنداج لو ده الواحدة كده على الماشا لا لا ده مش موجودة ده بتاع المصارع عن بره ماتش السندونز والأهلي ده حلقة المصارع اللي احنا بنتفرج عليها في آخر اليوم ماشو عايزي بص ها طيب لك ارجع ما طلبناش منك حاجة انت صغير ومحاسس عايز تحط شخصيتك من مباراة زي دي ما تبقاش على حساب النادل أهلي حتى الاتحاد الأفريقي لجنة الحكام ما يبقاش على حساب النادل الأهلي ان الأداء بتاع الحكام يسبب لنا مشكلة تفسيرك ايه كابتل للأخطاء التحكمية الوضحة ضد النادل أهلي في الاربع مبرايات بعيدا عن مستوى النادل أهلي مش عايزك تبقى موجود في منصة تطويج ليه بالعكس ده انت اللي بتكسبله انت اللي بتكسب البطولات لازم نتكلم بقى حتى السبونسور زي بتوعك ايه لازم نتكلم وقعي اي سبونسور موجود دي يقول هو النادل أهلي مش موجود في البطولة البطولة هتبقى لها شكل مختلف عن وجود النادل أهلي حقيق ايا كان عربية او افريقية اسم النادل أهلي بيعلي تارجد اي راعي رسمي موجود في البطولة دي بيوصلك في حتة ضمتش سيمبا يا كابتن عدد الاعلانات الموجودة اللي عبت سيمبا والاعلانات الخارجية هي اللي علت مستوى الموضوع اذا كان من اداء تجديد الملعب ولا الالتفاق حولين الاعلانات اللي حولين الملعب بيعليلك تارجد معين في التسويق لكل شركة من الشركات دي طب النادل أهلي مش مطلوب منك غير عدلة حكمية حقيق مطلوب منك انك انت تكون يعني مرن ما يبقاش الموضوع صعب عليك ما تبقاش جاي مجهز لحاجات معينة في دماغك انت تفكر في حاجة واحدة ادي النادل أهلي حقه هتبقى من احل من الحكام العالميين الحكام اللي هتوصل في يوم الايام يختاروك تحكم احنا مش طلبين منك غير لا ادي النادل أهلي حقه و ادي جنوب افريقيا ساندونز حقه انا ما طلبتش اكتر من حقي فانا ما طلبتش اكتر من حقي فانا هشتغل معاك منصات فما بين طرفين 50-50 النادل أهلي بأداءه وساندونز بأداءه اديني الأداء العدالي لكل فرقة المستوى اعلى هو اللي مكسبه اكتر يبقى انت موجود وقريب بالشكل اللي ليه باسم الكرة الافريقية المستوى الحكم عيسى صار من الحكام الكويسيين الحقيقة داخل القارة الافريقية وبالتالي اتمنى ان يكون عنده عدالة للفريقين للنادي الأهلي والفريق ساندونز خصوص في ظل وجود هذا التواجد الجماهيري الكبير اعتقد اعتبقى الامور بالنسبة له صعبة جدا ولكن في النهاية نتمنى يا رب ان يكون ان تحضر العدالة في هذه المباراة بإذن الله كابت لانه مطش صعب جدا كابتل عمر رأيك في مستوى البطولة بشكل عام بقى الغد الوقت الدولي الافريقي يعني بطولة سريعة جدا عددها انت بإذن الله بقرة تحق المراد تلعب نهائي صحيح ده انت قلت من قبل ما تحط المجموعات اللي هيوصله الاربعة الاهلي والساندونز والوداد والترجي صح كل الناس قالت كل الناس قالت كده وحتى ما انت بسط على مطش الوداد اه كسب رايح الترجي ايه ده ده ممكن الموضوع يبقى يعني والاهلي والساندونز هم 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 المجموعة هم هم الأداء هم هم الفكرة كويس قوي يعني انت عارف ان الناس دي هي اللي هتعليلك المكسب ويقادة الناد الأهلي أصد أفريقي الناد الأهلي أداءه بكرة وشكله يعلي اسم البطولة غير كده هتلاقي فيه رقود للبطولة بشكل موضوعي أكتر جربت اللي أشعل النيران النيران كاملة وخلى الملعب أحمر في المركب الخامس هو الناد الأهلي احنا هنا بكرة نقف في ملعبنا وسط جماهيرنا يا بير بعتقر وسط محبينة حيبق ليهم دول كبير جدا بكرة يا كابتن يا كابتن انت بكرة الماتش الساعة تمانية انت بتتكلم هتلاقي من 12 الظهر وفتكر كلام هولاق على حاجة أسرع كم تسويق تذاكر في 25 دقيقة خلصوا الموضوع يا كابتن الإسلام 25 دقيقة التذاكر خلصت موضوع منتهي نهاردة 25 دقيقة اه ايه ده حاجة حلوة جدا ينفع نخش من الشاشة ينفع احنا عايزين نلعب احنا عملين نلعب اه والله بص الناس دي يا جماعة هم دول اي حتة في الإمارات اي حتة اي حتة النادي الأهلي بكرة بإذن الله يفرح جماهيره بص المنظر ده كابتن بص بص منظر عالمي طبعا اللي كنت تحس بيا كابتن عمر في مثل هذه المباريات هقول لك على حاجة كنت أول مرة جئت النادي الأهلي كان في ماتش أفر كسبور والراجل الخواج كان على الهارس بالبلد باللغة القروية جابنا من الدار للنار غير طريقة اللعبة من 4-4-2 لـ 3-5-2 انت وانت نزل تسخن الاستاذ مقفول ما لعبنا هناك واحد واحد وهنا واحد صفر أهم حاجة بقى بص بقى الكبار كابتن ربين حسن وكابتن عالق عبدالصادق وكابتن شبير ملكش دعوة وانت بتسخن كاسبين وانت بتسخن نبضات القلب بتزيد وانت بتسخن انت مستني بتبقى حاسس وانت في قط اللبس بتجهز نفسك وبتلبس بتسخن الاول وبعدين بتخرج طبعا طبعا الوقت ده كله انت مش بتفكر فيها الحاجة واحدة بس انا عايز الوقت يجري انا عايز انزل عايز صفارة الحاكم اسمعها من الدقيقة الاولى عشان انهي الموضوع واحلى حاجة بقى اما بيجيلك اللي بيشوف الباسبرات مع الحاكم بيدور على الاسماء بيدور على الفرق بيدور على السيناريو اللي قاله لهم المدرب جوا هو ولا مش هو هو ولا مش هو هو ده كل مدير فني بيعمل سيناريو اتنين وثلاثة اه طبعا حسب التغيير واثناء المباراة بيبقى عنده لعيب في الملعب هو اللي بيغير الشكل بالربط ما بينك وما بين المدير الفني اعتقد ده في النادي الاهلي وفي شكل لعيبة واللي هم عايزينه ومن يوم الاحد بعد المباراة مباشرة لعيبة النادي الاهلي فكرت اللي اربعة جاي امتى صحيح اللي اربعة جاي امتى هو ده اللي انا يعني عايز اقوله للجمهور اللعبة مركزة جدا 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 في المباراة ويعني ما عندهاش حاجة غير او تنتظر هذه المباراة بمنتهى الشغف عشان بقالنا فترة ما شفناش خمسين الف متفرج في الستاد انت اخر مرة شفتها امتى يوماتش الهلال يعني يوماتش الهلال خمسين الهلال لا الفينال بتاع الوداد يمكن الفينال الوداد هناك لا هنا هنا كان العدد انت هناك اشتغلت ايه كنت انت حسامت عملت في الهلال وتعملت في الوداد اتحسمت لي ورجاء الترجي قالك لا ما انت حسامت من هناك فمجيب لك العشرة تلاف اه حاجة كده يعني اه عشرة تلاف انت الخمسين بتو HAVE الهلال وصلوا للسبعين الهلال السوداني والوداد نفس الكلام هنا وهناك ماتشو السوبر كان الأستاذ مأفو لكن قال الجمهيد أنت تلتزم بالعدد المحدد بالمجموعة الموجودة 50 ألف هم 50 دولار إلينا كابتن لو حد همس الأستاذ بيتهز بصراحة همس مش هقولك تشجية همس بس رسالتك الفنية للكولر وللعبين وللجمهورة كابتن عمر بص أول حاجة للعيبة 11 راجل جوه الملعب ناقل أسلوبك وشراستك اللي هي بتقول إنك أنت البطل والكلام اللي الراجل قاله هيترجم بنتيجة إجابية للعيبة أنصف الفرص بكرة لا يوجد قسمة على اتنين لأداء لعيبة الناد الأهلي واحدة بس جمهور الناد الأهلي طول عمرك أنت اللي بتديني الدفعة من أول ديئة لأخر ديئة بتشجع ومش مستني أي حاجة غير الفرحة اللي أنا أحق أهلك للمباراة كولر أداءك وحساباتك اللي احنا تعودنا عليها وقرأتك لمجرات المباراة وشراستك في التوجيه حددها وخليك تملي مقاطي سليم في الوقت اللي تقدر تعلي به في إمكانياتك من تغييرات ومن روتشن جوه الملعب عشان أنت ليك أسلوب هتغير فيه شكل الكرة المصرية زي ما جيب فيتس أو لعب 3-5-2 وجيب فيلر وعمل أنت كولر بتعمل فكر جديد للكرة المصرية بمجموعة لعبة بتغير أداء وطريقة لعب بأسلوب عصري أنت رجل بتقدم أو راعتمادك قدمتها من 6 بطولات خط خمسة مش مطلوب أقل من كده إحنا تملي لو فيه 6 بطولات عايزين سبعة وإنت حسيت بدا وإنت قيمت نفسك في ده أما قلت أنا تعاملت مع النصر وفي الوقت المناسب هنقض وأخذ فرقستي أداءك اللي أنت قلته وثباتك المفعال اللي وصل على الشاشة مع الدكتور خالد الجوادي وثباتك المفعال اللي بيوصل للاعبتك وأولهم الشناوي هو ده الرد على اللي دحك بعد المباراة يحزن ما بعد المباراة اللي هنا يا رب إن شاء الله كابتل عمر النهاردة أيضا منذ قليل أعلن جاني أمفانتينو الرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم كاس العالم 20-34 خبر حلو جدا طبعا طبعا حاجة اللي احنا شفناه والتجهزات والملاعب صحيح وعدد الكم من النجوم اللي موجودة في الدورة السعودي علت دي وصلت السعودية أنها تحقق تنظيم كاس العالم أو حققت أنها قامت بتنظيم كاس العالم 10 سنين أعتقد أنه هو هيكون رد شبيه أو بنفس المواصفات بل تطوير اللي احنا شفناه في قطر في آخر بطولة اللي خد فيها الأرجنتين شافوا حاجات ما فيش حد الناس دي بتشتغل يا كابتل إسلام عارفة هي تعمل إيه كل واحد عارف ملف ما هو تم تطويره وما هو تم إبداعه الإبداع هو ما هو جديد اللي تم ما هو ماضي أنت عايز تقلت زيه وأقصر منه شوية صحيح أموما نتمنى يا رب كل التوفيق وألف مبروك طبعا للمباكة العربية السعودية الفوز بتنظيم كاس العالم 20 34 وكل التوفيق لنادي الأهلي في مباراته بكرة إن شاء الله إن شاء الله يستطيع أن يفوز ونفرح ونتبسط إن شاء الله هنفرح نبسط لو ربنا أكرمنا وكسبنا هنفرح نبسط شوية وبعد كده نفكر ما هو وفيما هو قادم يعني في إن شاء الله إن شاء الله نعدي بس من مبارات بكرة شكرا جزيلا أنا كابتن عمر حبيبا كابتن أسلام يعني ببقى سعيد لما حضرتك بتبقى معي وانا مبسوط ببقى موجود معاك شكرا جزيلا لنجم الكبير كابتن عمر الحديدي هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الأساتذة الأستاذ محمد أبو علي والأستاذ محمد جمال في ضيافة البيت الكبير شكرا جزيلا